يردنا من سلاحي من طرفون الشخصية من صلب رئيس النيابة من صلب رئيس المحكمة قام يوقف لي سب وتسجد ودخلنا الحبس كم تقول له أنا قاضي فقال لي لو تكون رئيس محجلس القضاء أو رئيس محكمة الاستناف هذا جزء مما تعرض له القاضي منصور القباط على يد مسلحين تابعين للواء 170 بتاعز على خلفية مشكلة عرضية بينه وبين أحد المواطنين يبدو أن عملية فرض حضور مؤسسة القضاء في تعز لم ترق للبعض خصوصا أولئك المستفيدين من مناخ فوضى السلاح وعصابات نهب ممتلكات المواطنين والبسط على أراضيهم نحن نشوف تركنا أولادنا تركنا أسرنا تركنا أن نفضلنا على أن ننزل في تعز ونقيم القضاء رغم الظروف الصعبة رغم عدم إنكانيات بدأنا نقيم عاجلة القضاء من أولها من بدايتها نادي قضاء اليمن رفع مذكرة للنائب العام تطالبه بالتحقيق في حادثة الاعتداء على القاضي منصور القباط وحادثة الاعتداء على المجمع القضائي التي وقعت في الحادي والثلاثين من مارس قبل مسلحين تابعين لأحد القيادات الأمنية في المحافظة ثم تلاها بعد ذلك الاعتداء على فضيلة القاضي منصور القباط للمرة الأولى ثم تلاها بعد ذلك الاعتداء ومحاصرة القاضي محمود الصبري ثم تلاها بعد ذلك الاعتداء على فضيلة القاضي منصور القباط للمرة الثانية وفي الأمس تم الاعتداء على فضيلة القاضي صلاح بقاش من أمس خلال يومين حصلت خمسة اعتداءات سلسلة اعتداءات ممنهجة يتعرض لها أعضاء الجهاز القضائي في محافظة تعز على مرءا ومسمع من قادة الجيش والأمن بل إن كثيرا من الاعتداءات كانت من قبل مسلحين تابعين لهذه القيادات منظمة سام للحقوق والحريات أدانت الاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها القضاة في تعز وفي عموم الجمهورية في ظل وضع الفوضى الذي تمر به البلاد منذ خمس سنوات وعدم استقرار وتفعيل مؤسسة القضاء في العاصمة المؤقتة عدن طول أمد الحرب أفرز كتلة من أمراء الحروب في المناطق غير المستقرة كعبا وتعز وغيرها الأمر الذي جعل محاولات إعادة عمل أجهزة القضاء يشكل خطرا على أعمالهم